والله أكو منجزات خلال اللقاء رح أتكلمها ما أحمام قدمتها أمريكا لأي دولة بالعالم وأنا مسؤول عن كلامي طيب أنا مسؤول عن كلامي خلي هذا العنوان السؤال القادم سلمت لما كون دورك بالحديث قلت أنا رح أوطي بالأرقام عن منجزات هذه الزيارة أو الاتفاقات التي تمت بين بايدن والسيد السوداني واللجان المختصة يعني أشوف هو اليوم التقى بشركة ستيلر انرجي إحنا ما عدنا معلومة عنها لكن اتضح أن هاي الشركة تشتغل موضوع الدورة المركبة في محطة كهرباء كركوك ومدينة الصدر وحثم على أكمالها بسرعة اليوم أيضا اجتمعوا مع جنرال دايناميكس هذه الشركة هذا ابقى هذا اختصاصي هاي شغلها أسلحة ومعدات ودبابات عسكرية وأكيد رح توقع بروتوكولات خاصة الأهم في هذا الموضوع هو يوم أمس عندما اجتمع السيد السوداني مع سيد محمد تميم مع الفريق المهندس اللي اختار فريق يعني هو شخص فريق مهندس اختار السيد السوداني وسيد عبد الكريم السوداني وسيد وزير الدفاع لطلاعه بالعقود وصلوا إلى نتيجة رائعة جدا أنه توقيع عقد طائرات بنظام طبعا أنا يعني أبدا ما ذكرت هذا الموضوع إلى اليوم الصبح إلى أن لويد أوستن نشر نشر هذا الموضوع نشره أنا شجعت وأخذت الموافقة أنه خلص راح تكلم به أنا أدري به من الليل لكن الليل الاجتماع ما كانوا حاضري غير ثلاثة أو أربعة بالزايد ويا لويد أوستن فعقد طائرات بيل بيل 412 و407 متعددة المهام طيارة حديثة جدا الأسلوب المتبع لويد أوستن كاتب كاتب استخدم نوية العراق أسلوب أول دولة بالعالم نتعامل وياها بهذا الأسلوب الدفع المرن من إجي تستفسرت شون يبيعون أسلحتهم الدفع المرن قرأت البار أسألت لماذا تشتري من أمريكا سلاح أي لازم لازم تشتري بمئة مليون دولار لازم تدفعها للخزانة الأمريكية بمئة مليون دولار كل دول العالم ثم بعد ذلك يشتغلوا لك بالعقد يكملون العقد مالتك تستلم بباعتك أو تستلم أسلحتك إحنا سوونا نظام كابس أول مرة هو هم فرحان ويقول إحنا دعما للسوداني سوينا لكم هذا الموضوع هذا راح تدفعون 25% ربع القيمة الدفعون ونكملكم العقد ويا هذا انطوهم خمس طائرات هدية بيل 407 أو 412 خمس طائرات هدية زين ستصل خلال شهرين أو ثلاثة أول طيارت راح توصل منها زين هذا أنتو الناس مرات يسألوني قسم علقوا ليش وإحنا يهمنا الأكل وهمنا يا بتر إحنا دخلنا حرب ويا داعش الأسلحة كثير منها استهلك استهلك السلاحة اللي هليكوبترات مالتها أغلبها روسية روسيا ما ددزلك معداد ذاك اليوم الكلام صار عليني روسيا ما ددزلك سبير بارس زين وطلعوا للصين وطلعوا لأي مكان وطلعوا وفق اتفاقيات الـ FMS اللي تتعامل بيها زين الآن إجانا مثل هذا العقد ممكن أن نسوي عقد لأخي الصين وموضوع الدفاع الجوية والرادارات جرابك تعرفاني ذكرت عالية تردد عندنا أمريكية وفرنسية بقت منخفضة التردد مع السنتين محتمل أنه يكمل العقد بموجب هذه المميزات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة